السلام عليكم نتابع دائما مع الدرس السادس من دروس كتاب مفيد في الرياضيات المستوى الخامس الطبعة الجديدة الطبعة 2020 وصلنا للصفحة 35 حصة الرابعة 86 انا شكل هندسي له ثلاثة اضلع تكفيك الميزوات للتعرف علي بما انه له ثلاثة اضلع فهو مثلات انا نكتب انا مثلات كيف هو اذا كانت عنده تنتعرف علي بالميزوات اذا فهو له زاوية قائمة اذا فهو مثلات قائم الزاوية اذا تمارين سبعة انا مضلع له ثلاثة اضلع اذا فهو مثلات قياس كل من زواياي 60 درجة اذا شكل هو المثلات اللي عنده 60 درجة في جميع الزاوية هو المثلات المتساوي الاضلع اذا المثلات متساوي الاضلع هنمرو للتمرين تمانية ارسم ارتفاعات المثلات ا بس اللي ما كيعرفش يرسم مستقيم عمودي على مستقيم انا ما غيعرفش يرسم الارتفاعات فهو انا خسنين يرسم الارتفاعات دياله بتلاتة عنده ثلاثة الارتفاعات كل الارتفاع كيجي من الرأس وكينزل عمودي على المستقيم للضلع اللي مقابل لي ده بقى غينزل عمودي على هذا سينزل عمودي على هذا بينزل عمودي على هذا اذا اذا غنشوف لانا شفنا ان الارتفاع ممكن يجي خارج المثلات ممكن يجي ارتفاع داخلي لداخل وممكن يجي ارتفاع خارجي اذا انا مني كنحط بحلكة كيجيني باقي ما وصلتش لبا اذا نبقى غادي غادي حتى كنوصل عند با ومن هنا كنبدأ ارسم العمودي ها كنكمل حتى كنوصل هذا هو الارتفاع دي المثلات لي جاي من بي هنشوفوا الارتفاع دي المثلات لي جاي من السي وخصو يكون عمودي على هذا الضلع هذا المقابل معه اذا انا جاي من السي انا حطيت الضلع دي المثلات على الضلع المقابل كنبقى طالع طالع حتى كنوصل نقطة سي اهنا يا هاد المثلات خاصو يكون اصلا قائم الزاوية هيك هاد المثلات خاصو يكون مرسوم قائم الزاوية ولكن هنرى ما عاطنكم ش متلات مزيان قائم الزاوية هو في الاصل ها التمرين مخضوم على اساس يكون ما عندك متلات قائم الزاوية اذا بعد ما احنا اكتشفنا في ذا التمرين اللي كان عنا التمرين جوج انا عندنا ارتفاعات ممكن يجيو ارتفاعات داخلية وخارجية اذا ممكن يكون ارتفاع داخلي داخل المثلات وممكن يكون ارتفاع خارجي خارجة المثلات هنا هاد المثلات قائم الزاوية باش تستنتج واحد الحاجة هذا دبا ماشي قائم الزاوية ها وخا تخدم عليه ما غا تستنتج التحاج هاد غا تقدر تصيب هاد الارتفاع هاو جاي من ا وعمودي على بيس هاو هيك غا ترسمو هنا هاو الارتفاع اللي جاي من ا وعمودي على بيس مفيش مشكلة هاو داخل المثلات ها هو غيجي ارتفاع داخل المثالة ما عنديش فيه مشكل هيك غنجي الارتفاع ديال السي اللي جاي من السي والارتفاع اللي جاي من بي اذا انا بغيت نصيب العمودي هو اصلا متلت قائم الزاوية يعني عنده الاضلع متعامدة ها انا حطيت على السي وغنقى طالع 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 تلع عند بيش غلقى غلقى ان الارتفاع اللي جاي من بي رهو النيت هاد المستقيم ابي هو النيت علاشee انا عندي هنا اصلا التعامودي ومنلي عيوني طالع نرصم العمودي اللي جاي من السي هات منلي عيوني طالعằ عمودي جاي من السي غلقى هو النيت تضلع السي هات منلي بغي 2001 اصلا انا عندي العمودي شفتياش بغاوكم من هات التمرين هذا ولكن معطوكمش المثالة قائم الزاوية صحيح انا منلي حطيت المثالة هنا ها اذا معطانيش انه قائم الزاوية متلت ماشي قائم الزاوية اذا نكون كان متلت قائم الزاوية لشنا غاللاحظوا غاللاحظوا ان الارتفاع يتطابق مع بعض الاضلع ولاحظ ان بعض الارتفاعات متطابقة متطابقة مع الاضلع تقدر يكون الارتفاع والضلع الان نمرو الارتفاع وانو Evet هذا الارتفاع متطابق مع الضلع وهذا الارتفاع مع الضلع Also الالصائف في القناة التمرين الزاوية há 뭐가 بتلات قائم الزاوية لن mir الان التمرين السعود ارسم الارتفاع الارتفاع الموافق للضلع ببسي هالضلع ببسي غرسم الارتفاع الموافق ليه منين جاي؟ جاي من الرأس لي مقابل لي اذا ببسي غيكون الارتفاع جاي ليه من ا اذا كنحط بحالك كنقى غادي غادي حتى كنوصل عند ا با tight عن هالس ببسيц اخرج من المتلك ببسي اذا هنجيبهم من ب و Sean change الا الارتفاع الموافق ليه السي بغاونا رسمه الموافق ليه سي اقاية السي غيجي من بي اذااج انجيبه من بي هو يكون عامودي على سي UV انا غنحط عمودي على آ اه في شكالالاحد هنروي � mattered قده لايجه ويضا يخرج من المتلك بديت من المثلث الان هناك سنين مدد. لا بغيت الارتفاع الموافق. لا سيخ سنين مدد الضلع هذا اللي خارج من مده. حالك. عاد نقدر نحضه على المتلات بهات الشكل. ومقى غادي 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 حتى نوصل عند النقطة بي. حالك. عاد الرسم العمودي الذي يمر من نقطة بي وعمودي على هذا هذا هو الارتفاع ديالش ديال الاسي الموافق للنقطة بي. اعطونا دابا ماذا تلاحظ? هذا ارتفاع القيناة داخل المتلات وهذا ارتفاع خارج المتلات. ولاحظ ان الارتفاع الموافق للضلع اسي خارج المتلات. ولاحظ ان لاحظ ان الارتفاع الموافق لاسي جاء خارج المتلات. اذا يقدر يكون ارتفاع داخلية بحال هذا. يقدر يكون ارتفاع خارجي بحال هذا على حساب النوع ديال المتلات. هنمروا لتمرين حداش. احسب قياس الزاوية الاوسي دون استعمال منقالة. اذا مليك يعدوك دون استعمال منقالة خاصك تخدم الخاصيات اللي قرينا على الزاوية. تفهمنا? شفنا ان مجموعة اضلع المتلات اضلع المتلات هي 180. قرينا الضرز ديال الزاوية كل زاوية. شح القياس ديالها القائمة تسعين درجة. المستقيمة 180 درجة. شفنا المليئة شفنا المنعة ديما. اذا انا عندي واحد الزاوية هنا. عندي هاد الجزء في 87. وعندي هاد الجزء في 183 وهاد الجزء بغاني نقلب عليه. اذا دائما دائما الملك يعطوك اجزاء معروفة. وجزء غير معروف. كنستعمل عملية الطرح. عملية الطرحة اش كتبغي? كتبغي بعدها يكون عندك الكل. شحل عندك كل شي باش تقدر تحيد منه الاجزاء اللي معروفة. ويبقى لك الجزء اللي ما معروفش. تفهمنا? اذا دائما مليك يعطوك واحد الجزء ما معروفش. نتخصك ترجع الكل. شنا هو الكل? هو هاد هاد. هاد. شحل كان فيها? هاد يقول لاش حل فيها? الى حيتي سبعة وثمانين وحيتي مية وثلاثة وعشرين. غير يبقى لك هاد الجزء هاد. انا خطي نعرف هاد. شحل فيها? هاد الزاوية كنسميها? هاد زاوية مليئة. شنية مليئة ضايرة كلها عامرة. تفهمنا? هاد الزاوية بحلش دائرة. صيبت لينا. تفهمنا? اذا هاد زاوية مليئة قياسوها تلتمية وستين دراجة. اذا هاد تلتمية وستين دراجة انا اش غندير لها? غنحيد منها ماذا? غنحيد منها مية وثلاثة وعشرين ونحيد منها سبعة وثمانين دراجة. اذا غتعطيني تلتمية وستين ناقص ماذا? اذا غنجمع سبعة وثلاثة عشرة اكتوب صفر واحتفظ بواحد. تمانية وجوج عشرة وواحد. حضاش اكتوب واحد واحتفظ بواحد. زائد واحد جوج. دراجة. اذا تلتمية وستين لحيتمنى ميتين وعشرة. اذا ستين ناقص عشرة غتبقى خمسين. وثلاثة ناقص جوج غتبقى واحد. اذا قياسوها مئة وخمسون دراجة. اذا منك يقولك دون استعمال منقالك هتخدم الخاصيات اللي قريتي. وهدي زاوية مليئة. هنحيد منها هذا وهذا غيبقى لي القياس ديال هادي. هنجول هنا يا تمرين فرنسية عشرة. برافعا مع ميز انسترومان يعني برافع يعني هتأكد بتأكد بلز انسترومان يعني الأدوات الهندسية ديالك ديومتري هي الهندسة. جتروف لتريانغل غيكتانغل. حسنلقى تريانغل غيكتانغل متلات قائم. الزاوية. دون اللي كوتي بحيط الاضلع ديالو. دون لنقل دوة. يعني الاضلع ديال الزاوية القائمة. عشنو عندهم عنده ثلاثة سنتيم وجوج. سنتيم اي جلون تور. يعني بغيت متلات قائم الزاوية. الاضلع المحادية للزاوية القائمة. واحد فيه جوج وواحد فيه ثلاثة. بعده فيه هو المثلات القائم الزاوية. اذا هذا عندي قائم الزاوية. هذا تهوها هو قائم الزاوية. هذا مشي قائم الزاوية. بقى ليه هذا وهذا. تكون لي فيه جوج مع ثلاثة كنظن هذا. احنا نقلصوه نتأكدو. اذا هنا عندي جوج. اشتب. وهنا عندي ثلاثة. ثلاثة إذن ها هو قائم الزاوية جوج سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر هذا هو التمرين عشر التمرين طناش إذن هنا كنسبقنا عشر عد احداش ماشي مشكلة جتخاس لدياغونال لدياغونال هو القطر جتخاس لدياغونال البيت دي ها هو بوي سان اتوليزي لرابورتور يعني بلا ما تستعمل لما ينقالها جو كالكول احسب لامزور دو لانجل ابيت دي فنية ابيت دي اللتي رأسوها بي هاتي ابيت دي هاتي بغيت نحسب هاتي جحال القياس ديالة يك من البيت بغيت نحسب لامزور دو لانجل بي دي سي بي دي بي سي هاتي نحسب القياس ديالة هاتي واخ اذا بعدا نحسبو هاتي هاتي كيفاش غادي نحسبها شكالله هاتي هندي متلت ياك هاتي المتلت ما طابعت متلت متساوي الصاقين لا شي انا هنا عندي خط هنا عندي خط هنا عندي خط ياك هذا متسلت متساوي الصاقين رأسوه او في الزاوية او عندي مية وثمينة وعشرين انا شنو كان اعرف على المثلة المتساوي الصاقين ان الزوايا المحادية لها الضلعين ستكون متقايصة يعني قد هادي قد هادي ياك مزيد اذا انا عارف 128 ده كش اللي غيبقى للزوايا الاخرين شحال هو هنحسبوه شحال ونقسمو لهم علاجه لانهما متقايصة قد هادي قد هادي ولكن قبل خصني نعرف بعدها شحال بقاليهم واخر بالنسبة للمثلة حل مجموع قياس زوايا ديالهم مجموع ديالهم 180 درجة اذا غنناخد 180 درجة اللي هو فيها هادي وهادي وهادي غننقص منها 128 درجة ذاك الشي اللي يبقى غنقصموه على بي وعلى الضي لانه متدلت متساوي الصاقين مفهوم اذا غنحسبوه 180 غنحيدو منها 28 28 شحال بقاليها باش تكملها 30 بقى جوج من 130 ال180 شحال غتبقى ليها 50 هاي اذا بقات 52 درجة 52 درجة غيتقاسموها هادو بجوج ده بغنديرو عمليات القسمة باش للقوا القياس ديال زاويات ما بي انا هنكتب هنا 52 درجة هنقصمها على جوج شحال غتعطيني 50 لقسمتها على جوج هتعطيني 25 وجوج لقسمتها على جوج هتعطيني واحد اذا 26 درجة لكل زاوية هاد زاوية فيها 26 درجة ها فيها هادي 26 وهادي 26 هي 52 اللي غنزيد على 128 هتعطيني 180 درجة هدا هو المجموع ديال الزوايا ديال المثلة ده بغنجيو نحسبو هاد بغونا نعرفو هاد اذا باش حال عندها اذا هاد الزاوية الكبيرة مقصمة جوج اجزاء جزء القيناه 26 جزء كنقلبو عليه اذا انا هنقصني نعرف هادي كل هاش حال كيفاش غنعرف هادي كل هاش حال كنشوف شفعتني الشكل اللي عندي هذا شبه منحارف مالو متساوي الساقين عندو هنا عندو هادو متساوين مليك يكون عندي التساوي ديال الساقين كيعطاني التساوي ديال الزوايا اذا هاد الزاوية الكبيرة هنا را قدها قد هادي تفهم و هادي قدها قد هادي اذا هادي 128 و راتها هادي 128 تفهمنا عندي هنا وشيبه منحارف ها هو الساقين دياله متساوي اذا هاد الزاوية الكبيرة قد هاد قد هاد الزاوية الكبيرة اذا اللي بغيت نعرف هادي شحال بقاليها كنناخد هاد كبيرة اللي فيها 128 غنحيد منها هاد الجزء ديال 26 و غيب قالي هاد الجزء هاد اذا نغن ناخد زاوية 128 لانه هي قد هادي لانه هنا عندي شبه منحارف اه متساوي هنا الساقين اذا كيعطاني هاد الزوايا اللي كيكون وحده متقايصين هادي متقايصة مع هادي وهادي متقايصة مع هادي اذا 128 اش غن نقص منها هنقص منها 26 درجة اذا 28 غن نقص منها 26 غيبقى ديالجوش و 100 ناقص لاشي غتبقى 110 صفر اذا فيها 100 وجوج ديال الدرجة يلا قمتي بعمليات الطرح غتلقى 100 وجوج تفاهمنا؟ اذا هاد مني كنجيبهم كنجيبهم من الخصائص ديال الاشكال خصني نكون انا عارف ان هذا شبه منحارف متساوي الساقين وغيكون عنده الزوايا المحادية للطلعين المتقايصين انت هم متقايصين اذا ها الاضلع المتقايصة اذا الزوايا اللي احداهم هادي احدها الطلع مع هادي اللي احدها الطلع متقايصين و هادي الزوايا اللي احدها الطلع مع الزوايا اللي احدها الطلع راهم متقايصين وكنستنتج ديك الساعة القياص ديال الزوايا اذا كنتمنى تكونوا استفتوا نطلقوا ان شاء الله مع الدرس السابع درس قياص الزمان شكرا و الى اللقاء